صراع انتخابي ناري واختيارات صعبة تضع عضو الجماعية العمومية بالنادي الاهلي في حيرة كبيرة بين محمود طاهر الإداري الناجح وصاحب العقلية الاقتصادية القوية وبين واحد من أساطير النادي وجزء من تاريخه وهو محمود الخطيب بيبو تعد العملية الانتخابية بالنادي الاهلي هي الأشرس في تاريخه نظراً لقوة الأسماء المرشحة على كافة المقاعد فلو خير عضو العمومية لاختارهم جميعاً لخذنة النادي والاستفادة من خبراتهم تحت شعار معنى تخوض قائمة محمود طاهر انتخابات الأهلي لإحداث نقلة نوعية بالنادي خلال السنوات الأربع المقبلة بفكر استثماري قوي سينعش النادي ويحافظ على مكانته كواحد من أقوى الأنديا المصرية والإفريقية ويعد محمد جمال هليل أحد أبناء الأهلي وواحد من كتيبة كرة اليد الأهلوية وأحد الكوادر الشابة ذو الخبرة بالعمل داخل القلعة الحمراء حيث سبق له التواجد مع المجلس الحالي الذي يترشح لفترته الثانية على التوالي يجيب هليل اليوم في المدرج عن كافة التساؤلات التي تدور في عقل عضو الجمعية العمومية بالأهلي ويعرض خطته لتطوير كل ما يخص قطعات الشباب داخل القلعة الحمراء